استقبل غبطة البطريارث وفلسط الثالث بطريارك القدس وسائر عمال الأردني وفلسطين وفدا مقدسيا تتقدمه الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات وقد ضم الوفد شخصيات وطنية وسياسية وممثلين عن العائلات المستأجرة للعقارات الأرثوذكسية المهددة بالاستيلاء عليها في باب الخليل بمدينة القدس وأكد غبطته للوفد على إصرار البطرياركية على الدفاع عن حقها وحماية عقاراتها ومقدساتها مشيرا إلى أن معركة حماية عقارات باب الخليل ما زالت مستمرة ومن جهاته تقدم رئيس الوفد حاتم عبد القادر بالشكر لغبطة البطريارك ثيوفلس الثالث على جهوده في الحفاظ على العقارات والمقدسات المسيحية في الأراضي المقدسة مشيدا بنفس الوقت بدور الكنيسة الأرثوذكسية في دعم مستأجري عقاراتها في باب الخليل لتمكينهم من مواجهة الجمعيات المتطرفة التي تسعى للاستيلاء على تلك العقارات ترجمة نانسي قنقر